السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات مع اللقاء العاشر من حلقات فقه الحج والذي سنتابع فيه أبوابه إن شاء الله تعالى فابقوا معنا بعد الفاصل حدود الحرم المكي للحرم المكي حدود تحيط بمكة وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على جانبي كل طريق فحد الحرم من جهة الشمال منطقة التنعيم وبينه وبين مكة ستة كيلو مترات طبعا الحجارة هذه قد تبدل وتغير في كل عام فيوضع من قبل القائمين على المدينة لتبين حدود الحرم أظن اليوم ليس هناك أحجار وإنما هناك ساينز قارمات عالية مكتوب عليها حدود الحرم وحده من جهة الجنوب منطقة أضاة بينها وبين مكة اثنى عشر كيلو مترا ومن جهة الشرق الجعرانة وبينها وبين مكة ستة عشر كيلو مترا وحده من الشمال الشرق وادي نحلة بينه وبين مكة أربعة عشر كيلو مترا أما من جهة الغرب منطقة سمى الشميسي بينها وبين مكة خمسة عشر كيلو قال محب الدين الطبر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام ثم لم تحرك حتى كان قصي فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم ابن أسيد الخزاعي فجددها ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعة من قريش وهم محرمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبد العزة وأزهر ابن عبد عوف فجدد هؤلاء ثم جددها معاوية ثم أيضا في عهد عبد الملك تم تجديدها ولا شك أنها جددت بعد ذلك والله تعالى أعلم أما حرم المدينة فهو كما قلنا في حرم مكة يحرم صيده وشجره كذلك يحرم صيد حرم المدينة ويحرم أيضا شجره فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها وعن أبي هريرة قال حرم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما أما اللابتان مثنى لابة واللابة هي الحرة وهي الحجارة السوداء والمدينة كما تعلمون تقع بين اللابتين الشرقية والغربية وقدر الحرم بـ 12 ميلا يمتد من عير إلى ثور أما عير هذا فهو جبل عند الميقات أما ثور فهو جبل عند أحد من جهة الشمال ورقص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث والركوب ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتجون إليه لعلف دوابهم لأنهم سكان تلك الديار تفضيل مكة على المدينة الجمهور أن مكة أفضل من المدينة لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وفي رواية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك الله الله دخول مكة بغير إحرام يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمره سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد والطبيب والممرض والسائق وما إلى ذلك أو التاجر والزائر وسواء أكان آمنا أم خائفا وأختم بآداب ومستحبات يفعلها الداخل إلى مكة وإلى البيت الحرام يستحب لدخول مكة ما يأتي أولا الاغتسال فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة الثاني المبيت بذي طوى في جهة الزاهر فقد بات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بها الثالث أن يدخلها من الثنية العليا ثنية كداء فقد دخلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جهة المعلاة فمن تيسر له ذلك فعله وإلا فعل ما يلائم حالته ولا شيء عليه الرابع أن يبادر إلى البيت بعد أن يدعى أمتعته في مكان أمين وأن يدخل من باب السلام باب بني شئبة وأن يقول في خشوع وضراعة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك الخامس إذا وقع نظره على البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت فإن لم يتمكن استلمه بيده عن بعد وقبله في الهواء فإن عاجز عن ذلك أشار إليه بيده ثم يقف بمحاذاته ويشرع في الطواف ثم لا يصلي تحية المسجد فإن تحيته الطواف به إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة قد أقيمت فيصليها مع الإمام لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وكذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ بالصلاة ثم يتمموا الآدابة التي قلناها نسأل الله أن يرزقنا زيارة مكة والمدينة والأقصى اللهم أمين نقف إلى هنا وللحديث بقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سمعنا وبلغ عنا فله الأجر إن شاء الله تعالى أنشروا هذه المحاضرات قدر ما تستطيعون وهذا هو جهد المقل أستودعكم الله أمو الأمة فيك يظهر عدلك ضيب بيحو عمبر فبفاوك كنا نظهر بجنان فبعهده نفخر فأي عزم أي مضاء وأي طهر أي نقاء وأي حب أي وفاء بذا قبلتم فوق زمائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر